أخي الحبيب الزنا أسوأ مما تتصور خمس عقوبات هيأها الله للزاني ولمن يدمن على هذا الأمر السيء في الدنيا وفي الآخرة دعونا نتأمل هذه العقوبات وعسى أن ننجو بأنفسنا من عذاب الله سبحانه وتعالى حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة كثير من الشباب اليوم انغمسا على الأقل في النظر للنساء في الموبايل أو في التلفزيون أو غير ذلك أو في الشارع أو في العمل أو في الدراسة الحقيقة هذا أمر خطير جدا هناك عواقب وخيمة أول شيء تنعكس على زواجك في بيتك انظر أخي الحبيب نحن سنتحدث اليوم علميا وإيمانيا العلم يقول إن الدماغ يتأثر بالمرأة الجميلة المرأة الفاتنة تحدث ارتباكا في عملية اتخاذ القرار وهذه الدراسة قام بها يعني عالم محترم وأدى به ذلك إلى أن تقريبا عزل من منصبه لماذا؟ لأنه طالب بالضرورة الفصل بين الجنسين الذكر والأنثى منذ سن خمس سنوات لأن عقل أو دماغ الأنثى يعمل بطريقة مختلفة مجرد وجود الأنثى بقربك يحدث تشويشا في الدماغ هذا أمر تم تصويره بأجهزة المسح برانين المغنطيس الوظيفي لذلك قاموا بتجربة عندما أدخلوا مجموعة من الشباب وعرضوا عليهم مجموعة من الصور لنساء فاتنات بملابس مثيرة بأشكال مثيرة للعاطفة وطلب منهم أن يحلوا مسائل دقيقة جدا لاحظوا أن المرأة كلما تعرت أكثر وكانت فاتنا أكثر كانت الإجابة تبتعد عن الصواب تحدث أشياء داخل جدا هكذا صمم الله دماغنا ليس بأيدينا لذلك الطريقة المثالية هي أن تطبق هذه الآية الكريمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم نقول غيض الماء جفة تماما جفف البصر من كل المحرمات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبرهم بما يصنعون طيب أول عقوبة وضعها الله في الزنا هي في الدنيا الله خلق مجموعة من البكتيريا العنيفة والفيروسات التي لا يمكن علاجها إلا بصعوبة أحيانا ومنها استعصى على العلاج مثل الإيدز فيروسات تستهدف هؤلاء الزنات سبحان الله في الدنيا وطالما لا تزني ولا ترتكب الفاحشة ولا الشذوذ ولا كل هذه الأمر لا تصاب بهذه الفيروسات سبحان الله إلا إذا كان هناك يعني تحقن هذه من خلال دم أو من خلال غير ذلك إبرأ أو كذا أما في الوضع الطبيعي لا تصاب بها وكأن الله يريد أن يقول لك أنظر أيها الإنسان هذه الفيروسات هي جنود مجندة لله عز وجل يسلطها على من يخالف أمرهم فهذه عقوبة عنيفة جدا أخي الحبيب الشيء الثاني المشاكل النفسية كل من يدمن على المشاهد الإباحية أو الزنا تجد لديه مجموعة من الاضطرابات النفسية دائما قانون سبحان الله يعني هناك أمراض نفسية تغزوك أيها الزاني وفيروسات مادية ملموسة تستطيع أن تراها بالمجهر أيضا تدمر نظامك المناعي أو تغزو الجلد أو الدم أو غير ذلك قد تؤدي إلى الموت إذا لم تعالج ومنها ما لا يعالج إذا مشاكل جسدية ومشاكل نفسية الزنا والأفلام الإباحية والنظر إلى النساء بما حرم الله عندما قام العلماء بدراسة هذا الموضوع وتأثيره على الدماغ وجدوا أن منطقة الناصية هنا خلف الجبهة هي منطقة اتخاذ القرار هذه المنطقة تتأثر بشدة عندما تنظر إلى امرأة فاتنة لا تحل لك وبالتالي وجدوا أن الإنسان مع الزمن تحدث لديه مشاكل في الدماغ هناك خلايا يتم تدميرها لماذا؟ لأن الدماغ يتفاعل بصورة رهيبة مع هذه الصور وهذه المشاهد وبالتالي الوضع يكون سيء جدا لذلك العقوبة الثالثة قلة الهيبة أيها الأحبة الإنسان لاحظ دقيقوا الذي يكثر من السجود تجد نورا في وجهه سبحان الله الإنسان الزاني سبحان الله تجد وجهه مظلما تجد الاكتئاب تجد الحيرة لديه تجد قلة الحياء لماذا؟ لأنه دمر كل حواجز الحياء الإنسان الذي يترك ما أحل الله له يترك الزوجة ثم ينظر إلى غيرها تتساقط الهيبة من على وجهه كما يتساقط ورق الشجر طيب العقوبة الرابعة في الدنيا نحن نتحدث كما تدين تدن قد إذا أدمنت الزنا قد تجد نفسك إذا أردت أن تتزوج تقع في إمرأة الزانية والعياذ بالله وتدخل في الكثير من المشاكل وهناك قصص كثيرة جدا لهذا الموضوع سبحان الله الزاني غالبا يقع وتضحك عليه أيضا كما تدين تدن وهذا أمر خطير قد يبتل الإنسان بزوجة أو بابنة تكون مثله طبعا ولا تزر وازرة وزر أخرى ولكن البيئة التي أنت وضعت نفسك فيها بيئة ملوثة فستلوث كل من حولك وبالتالي يجب أن نحذر أيها الأحباء العقوبة الأخيرة وهي في الآخرة وهي الأهم طبعا لأن الدنيا باب التوبة مفتوح وأجمل ما في هذه التوبة أن الله يبدل سيئاتك حسنات يقول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الفرقان ولا يزنون ولا يزنون المؤمن لا يزنون ولكن في حال زنة ومن يفعل ذلك يلقى أثامة عذاب شديد يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة هنا تضغط على يعني عذاب شديد إلا ماذا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يغفر الله له لا يعفو عنه لا يصفح عنه لا يعفيه من العقوبة لا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يتخيل تذهب لتزني وبعد ذلك تتوب توبة نصوحة فتأخذ حسنات بدلا من السيئة كرم إله عظيم جدا والله الإنسان قلبه يخشى عندما يقرأ هذه الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما غفورا غفر لك هذا الذنب رحيما أعطاك حسنات من رحمته لك العقوبة الأخيرة في نار جهنم انظر معي أخي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه رواه أبو داود يعني تخيل أن هذا الإنسان عاري تماما معلق في نار جهنم يضربه اللهب من تحته ولا ياذب الله منظر لا يستطيع أحد أن يتحمله يعني مجرد أن تتخيل هذا المنظر لا تستطيع تخيل أنك إذا لم تتب من الزنى الآن والله قد لا يعني قد يأتيك الموت قد يباغتك الموت ولا تتوب ولا ياذب الله على الأقل أخي الحبيب إنوي التوبة لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات إنوي أن تتوب إلى الله قل يا رب تبت إليك وسأتوب إليك على الأقل لا تنم كل يوم إلا وأنت تائب إلى الله من ذنبك النبي هل كان يخطئ وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم مئة مرة مئة مرة كل يوم أنت على الأقل مرة قبل أن تنام توب إلى الله وإنوي أن تغير هذا الأمر وقل أنا في الغد إن شاء الله سألغي كل هذه الأشياء التافية من النظر إلى النساء وغير ذلك فستجد أن الله يتوب عليك ويتوب الله على من يشاء أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وأن لا ينزع من وجوهنا وقلوبنا نور الإيمان وأن يعيننا على أن نصبر على مصائب هذه الدنيا والصبر على الفتن أخي الحبيب أصعب من الصبر على البلاء والمرض وغير ذلك لذلك سيدنا يوسف ماذا قال عندما صبر على فتنة امرأة العزيز قال في آخر القصة إنه من يتقي ويصبر التقوى مع الصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر